صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم المتضمن استحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولأحياء التراث الإسلامي حيث وقع رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا رفع من خلاله قيمة المكافآت المالية الممنوحة للفائزين وتتضمن هذه الجائزة شهادة تقديرية ومكافأة نقدية وستخصص في فئة أحسن حفظة القرآن الكريم ومجوديه ومفسريه في المسابقة الوطنية جائزة قيمتها مليون دينار للفائز الأول و750 ألف دينار للثاني و500 ألف دينار للفائز الثالث أما عن فئة أحسن الدراسات والأبحاث والتحقيقات في التراث الإسلامي فيستفيد الفائز الأول من مليونين و500 ألف دينار والثاني من مليوني دينار فيما يخصص للفائز الثالث مليون و500 ألف دينار أما بالنسبة لأحسن حفظة القرآن الكريم ومجوديه ومفسريه في المسابقة الدولية فقد تقرر إفراد جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين و250 ألف دينار للفائز الأول ومليونين و500 ألف دينار للثاني فيما تتمثل الجائزة الثالثة في مليون و500 ألف دينار وفي سياق ذيسلة تم استحدث جائزة وطنية لصغار حفظة القرآن الكريم قيمتها مليون دينار للفائز الأول و750 ألف دينار للثاني و500 ألف دينار للفائز الثالثة اشتركوا في القناة